اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبت في الصحيفة حتى اذا جيت في عرصات يوم القيامة ارد عليك الكتاب واذا فيه هذه النظرة التي لا تنظر الله عز وجل يقولون الرجل انه كان من طلاب العلم وكان مع احد العلماء فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بنا كافر وكان الغلام له صورة جميلة شفتن هذا طالب العلم فنظر اليه فلما نظر اليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي لماذا تنظر الشيخ يقول لي طالب لما لا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ بطالب والله لتجدن اثر هذه السيئة ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في اخر حياتك يقول هذا الطالب فما زلت انتظر هذه العقوبة فمكفت عشرين سنة هذا القصة ذكرها عن امام القيم رحمه الله لمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وانا انتظر العقوبة واذا بي في ليلة من الليالي نمت وحافظ القرآن فاصبحت فامصيت كتاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم والعالم فالذنب قد يستهين به الانسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض الصلف لا تنظر الى ما عصيت به ولكن انظر الى من عصيت النظرة الواحدة قد تضن حياة الانسان كله نظرة الى الحرام واحدة فالله الله اخي في الله انا ما اقنطك بالرحمة الله ولا ايأسك بالرحمة الله ولكن ابشد بكل خير اريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الافلام اريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وتتذكر وتقول انا لله وانا اليه واجه اي خسارة بنيت فيه الله اعطاني البصر واعطاني هذه النعمة ونظرتي الى الحرام كم فين منظر وكم نشهد رأيت كيف القى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمو اريد منك هذه الدمعة وانخالي فان النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمعة هذه الدمعة ان الله يضله في ضله اوما لا ظله فقال في السبعة اصلا الله ان يجعلنا وياكم منهم الذين يضلهم الله في ضله وما لا ظل الا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا اي من خشلت الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وفيك اخي الامر الثاني ان تغلع عن هذه المعاصر وان تبتعد عنها والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك فانك تتوب عن شيء الا يوفقك والشيطان يأتيك يقول لك لا انت فعلت انت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الانسان في المعاصر من اخمص قدمه الى شعارة راسك واحسن الظنب الله فالله يعينه والله يوفقه فهذا هذان الامران لذاني ادعوك لانه ترك المعاصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله واسأل الله العظيم ان يبدل اساءتك حسنا انه ولي ذلك والقادر عنه اشتركوا في القناة